كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة كيف ترزق بغير حساب ربنا عز وجل يجيبنا على هذا السؤال بآية قرآنية مفصلة في كتابه العزيزة فيقول جل علاه بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تقوى الله سبحانه وتعالى هي باب من أبواب الفرج وهي مفتاح من مفاتيح العطاء بعض الناس يظنون أن ميل المطالب وبلوغ المراتب دوما تعتمد على الأسباب والمسببات وعن العلل والمعلولات هذا ما يقتضيه المنطق العقلي والمنطق الواقعي ولكن فوق المنطق العقلي والواقعي هناك عالم رباني نوراني أيضا نعيش في هذه الحياة الدنيا هناك عالم الملك وهناك عالم الملكوت والكل يتفاعل إما إجابا أو سلبا فمثلا من أسباب الرزق والعطاء والكرم والجود أن العبد المؤمن إذا كان متقيا ربه سيعطيك الله وإذا أعطاك سبحانه أدهشك ما معنى ومن يتق الله يخشى الله تعالى ويضع هيبته نصب عينيه ودائما يتفكر ويتذكر في جلاله ويخاف ويخشاه ويعظمه في قلبه هذه التقوى قيل عنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل من حضرت هذه المعاني في قلبه فإن الله تعالى يمكنه من الدنيا في الحديث القدسي يقول رب العزة يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه هذه الدنيا بما فيها من واقع اقتصادي واقع اجتماعي واقع سياسي واقع جميع الأضماط الحياة كل هذه الدنيا من خدمها ربنا قال لها يا دنيا من خدمك فاستخدميه اجعليه يجري خلفك جري الوحوش في البرية ثم لا ينال إلا ما كتبت له ومن خدمني فاخدميه من خدم الله وخدم دينه وعمل بمقتضى مرضاته فاخدميه الدنيا تقول لك ها ندى بين يديك خذلي إليك والواقع يشهد بأن هذا المبدأ صحيح مبدأ رباني حقيق ولنا في الوقائع والأحداث التي مرت في التاريخ أكبر شاهد نذكر منها اليوم قصة لصحابي جليل كان يعاني جميع أنواع الكربات أغلقت الدنيا أبوابها في عينيه شعر بالفقر وكان يشعر بالدل والمهانة ولكن لما اتبع هذا المبدأ ما الذي وقع له هذا الصحابي الجليل هو سعد الأسلمي يلقب سعد بن أسلم الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه وكان يلقب بجوليبيب هذا الصحابي الجليل لما بزغ نور الإسلام كان هو عبد من العبيد كان يعيش مع الإماء والعبيد في الذل والمهانة وكان هذا الرجل قد صوره الله صورة لا تنال إعجاب الآخرين كانت صورته ذنيمة كان أفتص الأنفي جاحض العينين أسود المشرة وكان فقيرا وكان مهاء وكان مدلولا وكان عبدا من العبيد لم يفرح في حياته ولم يسعد ولما سمع بالدين الجديد أن هذا الدين سوى ما بين العبيد والأسياد ما بين البيض والسود لا فرق بين أعربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى سر بهذه المبادئ السامية فاعتنق هذا الدين ولكن في الأول اعتنقه على مضض إلى أن نزل على قلب النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لما نزلت هذه الآية سأل عن معناها ما معناها قالوا له إذا كان الإنسان يعيش في كروب وفي شدائب وفي صعوبات ولم يجد مخرجا ما عليه إلا أن يتق الله وليترك الباقي على المولى جلع له هو سبحانه وتعالى المدبر يدبر الأمر فاقتنع بهذا الكلام وقال اللهم يا رب بحق قولك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا ربي إنك ترى ما أنا فيه من ذل العبودية والهوان والفقر وبدأ يذكر ويبكي بين يدي مولاه ما هي إلا فترة قصيرة سيده وقع في خطيئة فسأل عن كفارتها فقيل له عتق رقمة المؤمنة فجمع عبيده وقال أنا سأكفر عن خطيئتي بعتق رقمه فأجعل بينكم السهم من منكم سوف يخرج من هذه العبودية بدأ كل منهم يناني عن إلهه عن صدمه ولكن جوليبي قد أسلم وضق حلاوة الإيمان وقال يا من رفع السماء بغير عمد يا رب بحق قولك ومن يتق له يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا ربي اجعل لي مخرج فصار سيده يقيم السهم يقيم إضرب العود بين العبيد فخارج السهم في جوليبيب فصار هذا الرجل الآن صار حرا طليقا قال هديئا لك يا سعد لقد صرت حرا وجاء العبيد يهنئ له هديئا لك لقد صرت حرا كان يلقب بجوليبيب لماذا؟ لأنه لم يكن يملك من حطام الدنيا سوى جلباب قميص كان يلبسه ومع طول المدة كان يقوم بغسله ونشره في أشعة الشمس فالتياب صار قصير فصار يبلغ إلى ركبته وقيل له جوليبيب يعني لا يملك إلا جلبابا قصيرا الآن وقد صار حرا لأن النظام العمودية أنا داك كان يمنع الرجل من الزواج وإذا تزوج صار أبنائه أيضا عبيدا للسيد قال الآن وقد أكرمت للضغم الحرية فالأبن أسرة ولا تزوج فذهب يبحث عند إمرأة مؤمنة تكمل له نصف دينه فكان كلما طرق باب من أبواب الأسر إلا ونظروا إليه نظرة استصغار أنت كنت عبدا وأنت فقير ليس لك مال وما عندك لاجاه وما عندك سمعة وما عندك تاريخ ولا عائلة مرفوب لأن حتى في المجتمع الأول كان لازل هناك بقايا الجاهلية أن الناس كانوا يعتبرون بالأنساب وبالمقامات وبالتروة وبالعائلة وبالأصول هذا رجل بسيط جدا طبعا ربنا عز وجل كما جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور الله تعالى نظرته إلى البشر لا ينظر إلى الصور هو المصور هو الذي اخترع لا أحد منا صنع صورته نحن صنعتهم والله صانعنا ولكن ربنا ينظر إلى القلوب التي في الصدور يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم جوليبيب طرق أبوابها الكثير من الأسر لكي يطلب الزواج لكنه لم يحضى بالقبول بدأ لي أن يفعل القاعدة أن المؤمن إذا شعر بأن الأبواب مغلقة فإنه يفر إلى الله ففروا إلى الله إذا واجهت مشكلة في الحياة ولم تجد حلا لا عليك اهرب إلى رب العباد أين يوجد رب العباد في بيوت الله مساجد الله فنهب جوليبيب إلى المسجد وصار يجلس هنالك يتعطئ رأسه ويفكر في حاله كل مرة يصلي الناس يخرجون إلى متاجرهم بعد أن يفرغوا من الصلاة أو يداموا إلى بيوتهم لكن جوليبيب يبقى خلف سارية يجلس هناك فرمقه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم رأه المرة الأولى والتانية والتالتة ونظر إليه فعلم أنه حزين سيدنا النبي محمد ابن عبد الله رسول الإسلام خير برية كان يصل بالناس وكانت عينه كانت تطوف وترى مشاكلهم وهموم الناس وكل من عنده مشكلة كان يتدخل لإيجاد الحل المناسب لما رأى جوليبيب حزينا كل مرة يمكت في المسجد خلف السارية يطاطئ رأسه علم أنه يجابه مشكلة كبيرة في اليوم الأول الثاني الثالث ذهب إليه النبي الكريم وربت على كتفه وقال السلام عليك يا سعد قال وعليك السلام يا سيدي يا رسول الله أرد أن يقبل يده سيد النبي خطف يده وعنقه وقال ما لي أراك هكذا حزينا ماذا أصابك يا سعد قال يا رسول الله لا شيء فقط أنا أعيش في ذكر الله وما أحلي قال لو لا أخبرني أخبرني يا سعد ماذا في صدرك أرى حزنا عميقا في عينيك قال يا رسول الله الحقيقة لا أخفيها عليك أنا كنت عمدا فأنجاني الله تعالى من العمودية وصرت الآن حرا طريقا أردت أن أستكمل نصف ديني أريد أن أتزوج ولكن لا أحد قبل طلبي كلما انطرقت بابه إلا وينظر إلي ويقول لي كلمة طيبة ثم يصرفني فتمسم النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث إلى بعض جلسائه من الصحابة معاد ابن جبل وغيرهم قال لهم بربكم أخبرني من هي الفتيات الجميلات الحسناوات اللي هما جمعوا الجمال والدين والخلق والعلم وبدات البيوت الكبيرة من تكون قالوا هناك فلان وهناك فلان بنت فلان وفلان بنت فلان عددوا له أربع خمس عائلات كبيرة له الفتيات في سن الزواج ليختار منه النبي صلى الله عليه وسلم فاختار الأجمل والأصلح والأكرب فتاة تنتمي إلى أسر عريقة وعندهم بال وفير وعندهم أصول وعادات رفيعة عند العرب وعندهم أبوال وهي في غاية الجمال والأدب والخلق ويتمناها الفرصاد وكبراء القوم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا سعد انهب عند فلان ابن فلان قل له إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني إليك لأطلب منك يد ابنتك قال يا رسل الله أنا فقير وأنا إنسان بسيط أنا لا أطمح أن أرقى إلى هذه الميوتات أنا أبغي تغير شيء حالا على قد جيدي أو لقد جيبي أو لقد القدرة دي قال إذهب ولا عليك ربك سيفتح لك الأبواب فلم يصدق جوليبيب فقال لعل هذا من باركة قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال سبحان الله أنا كنت أطمح لأتزوج بفتاة بسيطة من عائلة متواضعة فهذا رسل الله صلى الله عليه وسلم يرشح لي يعني رسق أجمل وأكرم وأعظم بيت في أجمل فتاة وأكرم فتاة فذهب جوليبيب وقلبه يخفق حتى وصل إلى بيت العروس المطلوبة بيتهم كبير شاهق وهناك خدم وحشب وكذا يشم رائحة الطبخ فقال هذه البنية تعيش في كرم وفي عز فكيف أصدع لها أتزوجها أين أسكنها وهل أأخذها من بيت أبيها بيت العز والكرم إلى كوخي المتواضع مدى أن يجدل نفسه ثم بعد ذلك تجرأ وطرق الباب طاق 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 ما للطارق قال لهم إنه سعد بن أسلم لما رأى جوليبيب أهلا مرحبا كان يظن أنه جاء لحاجة من الحوائج أو صدق من الصدقات أو مساعد من المساعدات قال لمن وراك قال أنا جئت لطلب ربما قد يكون فيه إزعاج لكم قال أطلب ما تشاء قال جئتوا أطلبوا يد بنتكم المصرونة السليلة الأكابر بنتكم الفاضلة جئتوا أطلبوها للزواج الوالد وارد هذه الفتاة صدم كان يظن أن جوليبيب جاء يطلب إحسان أو صدقة أو مساعدة لكن طلب منه فلدة كمينه وقرة عينه وهذا الرجل كان يعز فتاته وكان يتمنى أن يأتيها الفرصان الكبار أمير من الأمراء أو شاعر من الشعراء أو عظيم من العظماء ولكن جاء رجل كان عبد من العبيد فقال له أنا لم أكن لآتي من تلقاء نفسي ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بعتني إليكم وقال لي قل لهم واتلب منهم يد ابنتهم الصحابي الجليل شعر بحرج أبو الفتاة مدى أن يفكر ويضرب أخباس في أسناس ويقول يا جنيبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة نصلي يأمرنا بالصيام نصوب يأمرنا بالزكاة نزكي يأمرنا بالجهاد نجاهد ولكن أن يأمرني بأن أزوج ابنتي لرجل مثلك والله ما أرى هذا من الدين ربما هذا هذا شفاعة من الشفاعات فطاطأ الرزل رأسه وعلم جنيبيب أن طلبه مرفوض ثم خرج من الباب الفتاة كانت على خلق وعلى علم وعلى فقه كانت تستمع للحوار من وراء حجاب فسألت والدها يا أبتي ماذا يريد هذا الرجل قال إنه جاء يطلب يدك قالت يا أبتي هل قبلت أم رفت قال يا بنيتي وهل مثل هذا يقبل فقالت الفتاة في تبات ويقين يا أبتي أترفض شفاعة رسول الله ألا تخشى أن تنزل فينا آية لما سمع هذا الصحبي هذه الكلمات فعلا شعر بالخوف والخجل لأن القرآن أندك كان يتنزل من السماء فكل من فعل خطيئة ينزل فيه قرآن يتلى إلى قيام الساعة كما وقع لأبي لهب تبت يدى أبي لهب وتب وغيرهم من المشركين كالوليد ابن المغيرة لنزل في قوله تعالى كلام طويل وعريب أن كان دابار وبنيد إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسيب على الخرطوم كل من فعل خطيئة ينزل فيه قرآن فخشي هذا الصحبي الجليل أبو العروس أن ينزل فيه قرآن فتبع جليبي جليبي كان قد وصل إلى المسجد ليرتح هداك ليس له بأوى إلا بيت الله فإذا به يصل إلى المسجد ورسول الله داخلنا المقصورة فقال يا جليبي لقد وافقت لزواجك ببنيتي سأعطيك المنية فقال جليبي لا 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 لم أعود أغب أنا إنسان بسيط ولست في المستوى وبدأ يعتدر والرجل يقول والله لأزوجتك ابنتي أنت عريسها لن أرفض لقد شفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبي ذلك المشهد سرة وفرحة وتبسم قال الحمد لله الذي وفق جليبي للزواج بهذه الفتاة وأبو العروسة قد وافق والأهل قد وافقوا ففرح النبي الكريم وعضق جليبي وتبسم جليبي ولم يكن يعتقد بأن هذا الخير يعم عليه ها هي الفتاة أفأجمل وأكرم فتاة في المدينة وها هو أبوها هو يخطبه إليها وهو رسول الله يباركها يا سلام ويقول يا رب هذا بالبركة قولك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآن يا جليبيب إنهم للقيام باللازم هذه عروسك قم بالواجب الذي يقوم به الناس قال يا رسول الله هذه عائلة كبيرة والعروس تحتاج إلى مهر وتحتاج إلى خطبة وتحتاج إلى هدايا من نهب خواتم ودمالج وتحتاج إلى كذا وكذا يعني جج من الحاجة أو أربع أربع من الحاجة في ذلك الزمن قال أنا لا أملك إلا جلم بهذا من أين لي هذه أول حصلة من أين لي المال تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو إنهم عند حوديف بن اليمن خازن بيت المال كان وزير المال يأددك حوديفة قال لو إنهم وقل له رسول الله يأطلم منك أن تعطيني كذا وكذا من المال للإنفاق على الزواج فذهب جليبيب عند حوديف بن اليمن وحكى له حكايته فأجزل له العطاء عطاء واحد قدر كبير عشرة آلاف دينار يعني بالمال لأن اليوم ممكن قلو عشرة ملايين صوتين عشرة ملايين يعني مبلغ كبير تقيم به زفاف جميل تعرض على العائلة والأحباب وتطعب الصداق والهدايا فلم يصدق جليبيب أنه يملك في وقت واحد عشرة آلاف دينار كان إذا كان ملك دينارين يقول أنا تري الآن عشرة آلاف دينار في وقت واحد قال لعل هذا من بركة قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا رزق وفير وخير كثير فخرج جليبيب ونهب إلى السوق ليشتري لوازم العرس لكن حدث موقف غريب تلك الأيام كان هناك صراع ونزاع ما بين بلاد الإسلام وملاد الكفر وكان هناك على وشك أن تقوم حرب ضارية حرب بين المسلمين والمشركين وفعلا تلك الساعة جاء الندير لكي يستعد المسلمون للمواجهة فخرج المنادي ينادي يقول يا خيل الله هلمي يا خيل الله هلمي هذا هو نداء الجهاد النداء للصلاة نقول حي على الصلاة حي على الفلاح والنداء للحج مثلا نقول وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق وأذن في الناس من حج أما الجهاد فأيضا له نداء نقول يا خيل الله هلمي لأن أيام زمان لم تكن هناك الدولة الإسلامية قد قامت وليس هناك جيش رضامي ولا هناك وزار الدفاع بل الدفاع هو من اختصاص كل مسلم كل المسلم كما أنه يصول ويصوم ويزكي ويحج أيضا يجاهب كذا المسلم يعد فرصه ويعد سيفه ورباحه ولبسه الحربي يضعه مستعدادا إذا نودي للجهاد لمسه وخرج فالناس لما سمعوا هذا النداء في الأسواق وفي الأماكن العامة يا خيل الله هل أمي بدأوا يتصارعون ويستعدون للمواجهة جوليبيب قال مع نفسه ويحك لماذا تمحطوا عن متاء الدنيا انظر هؤلاء الناس يتصارعون إلى الأسواق يشترون الخيول والسيوف والرماح للدفاع عن حوزة الإسلام وأنت يا جوليبيب تمحطوا عن متاء الدنيا تمحطوا عن زوجها وعن فراش وطير فذهب إلى السوق عوض أن يشري لوازم العرس الدهب والفضة والخواتم اشترى حصان أربع واشترى سيفا كبيرا واشترى رماح واشترى كل وسائل الحربية التي تجعله فارس من الفرصان في المقدمة في الطريق وورجع التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي الكريم جوليبيب من أين لك هذا الفرص وهذا السلاح قال يا رسول الله اشتريته بالمال الذي أعطاني إياه حوديث بن اليمن قاله ولكن ذلك المال هو من أجل الزواج قال يا رسول الله ربي عز وجل رزقني من حيث لا أحتسب بين عشية أو ضحاها أفلا أكون عبدا شكورا وألب نداء الله فرب لو شاء لا أعطاني أكثر من ذلك اسمه الرزاق ممكن في أي لحظة يفتح لك أبواب الرزق ويأتيك بالخيرات من حيث لا تدري فإذا بالنبي الكريم يضرب على صدره ويقول بارك الله فيك يا جنيبي لقد دقت حلاوة الإيمان ثم انطلق ما هي إلا السويعات حتى تجيش الجيوش وبدأت الحرب وحمي وطيسها والتقت الجيوش جيش الرحمن مع جيش الشيطان وبقي السراع لساعات وأيام وبعد أن وضعت الحرب أو زهرها ووقع الذي وقع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يتسأل يسأل الصحابة من يستشهد يقولون فلان ابن فلان يقول ثم من يقولون فلان ابن فلان يذكرون عينية القوم يذكرون الأكابر السفلان السفلان لكن النبي الكريم يسأل يريد أن يعرف مصير جوليبي سعد بن أسلم هل ستكون الفرحة فرحتان فيعود إلى النصر ويعود إلى عروسه التي هي في انتظاره أم سيكون الأمر آخر لا أحد جاء بخبر جوليبي لأنه إنسان بسيط نكرا الإسان البسيط هو غير معروف عند الناس لكنه معروف عند الله في السماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الفقراء ويقول اللهم ابعتني مع الفقراء والضعفاء لأنه أحمد الله معفهم لا كبرياء ولا خيالاء وما عندهم حطام الدنيا يحاسبون عليه لا أحد جاء بالخبر عن جوليبي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وصار يتجول في ساحة المعركة ينظر إلى القتلى ولسان حاله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ينظر إليهم فإذا به هناك يرى جوليبي في المقدمة في مقدمة الصفوف وجده قد قتل وحوله سمع من الفرصان المشركين قتلهم ورأى بأنه كله طعود طعن في وجهه وخده وعنقه ورقمته وكتفيه وصدره ومطنه كل جسمه فيه طعود فعلم أنه جاهد وقاتل حتى قتل لما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه والصحابة خلفه لما رأاه في الأول سيد النبي بكى حتى رأوا الدموع تهطل من خديه وتمتل بها لحيته الطاهرة وبعد لحظة سيد النبي بدأ يضحك ويبتسم وينظر وفي لحظة سيد النبي أشح بوجهه غض مصره بدأ يغض مصره ويغمد عليه فالصحابة تعجبوا يا رسول الله في لحظة بكيت حتى ضدن أنك حزين ومعدها مباشرة بدأت تمتسم وتضحك حتى رأينك فرحا ثم بعد لحظة بدأت تشيح بوجهك وتغمن عينيك ما الذي جرى فقال صلى الله عليه وسلم بكيت لفراق لجليب فإن الموت فراق بين الأحبة نحن لازلنا في دار الفناء وهو انتقل إلى دار البقاء فبكيت للفراق ولما كشف لي الله تعالى ستار الغيم رأيت قصره في الجنة رأيت قصرا عظيما قصرا مشيدا فيه خيرات وفيه نعيم لا يعد ولا يحصى فقلت لمن هذا القصر العظيم فقيل لي إنه لجليبيب ففرحت وضحكت وتمسمت واستبشرت خيرا قال لي ولماذا أغمضت عينيك قال لما رأيت نساء حسنوات جميلات من الحور العين قلت لمن هؤلاء الحسنوات قيل إنهم حور جليبيب فغضيت مصري عن محارم الله غضيت مصري عن محارم الله فتعجم الصحابة رضي الله وعندهم كيف أنهد الصحابي في تلك الليلة ربنا عز وجل لم يجعله ينتظر حتى البعث والنشور هدك أهل الله ربنا يطوي لهم الزمان ويطوي لهم المكان ويجعلهم من القبور إلى القصور أي نعم هدك البعث وهدك النشور وهدك الحساب وهدك المرور على الصراط ولكن هناك قوم من القبور إلى القصور منهم الشهداء في سبيل الله ماتوا لإعياء كلمة الله ومنهم كل من كان من الكاظمين الغيب العافين عن الناس وأيضا منهم من حسن خلقه أصحاب الأخلاق الكريمة ومنهم أيضا أصحاب العطاء والكرم والجود كل هؤلاء من القبور إلى القصور فقال صلى الله عليه وسلم كلمته الدهبية قال جوليبيب مني وأنا منه من أحب جوليبيب فقد أحبني ثم تذكر الصحابة رضي الله عنهم ما هي الآية الكريمة القرآنية التي كانت تؤثر فكرة وسلوك جوليبيب آية واحدة من ستين حزبا آية واحدة كانت تكفيه وهي مفتاح الفرج وهي قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى وخشيته ومخافته نسأل الله تعالى بمركة التقوى أن يفرج الهم عن المهمومين وينفس الكرب عن المكرومين ويقضي الدين عن المدينين ويشافي مرضانا ومرض المسلمين ويبلغنا مقصودنا ويحقق رجاءنا إنه سميع قريب مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة تشجيعا للمشاهدة